شروط وضعتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لاستعادة علاقاتها مع الولايات المتحدة في حال التزمت إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بما أعلنتها اللجنة التنفيذية التي التأمت برئاسة الرئيس محمود عباس أكدت ضرورة قيام إدارة بايدن بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن والذي أغلقته إدارة ترامب بالإضافة إلى افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية بوصفها جهة تمثيلية للولايات المتحدة لدى السلطة الفلسطينية ورفض خطة الضم التي أعلنها بنيمين نتنياهو قبل ثلاثة أشهر نحن نعتقد أنه لابد أن تكون هناك قطوات جادة في هذا الصياق ولكن نحن ندرك تماما أن هناك أيضا ما يشكل تحالفا استراتيجيا بين كل الإدارات الأمريكية مع الاحتلال في إطار تبني مواقفها وفي إطار أيضا حمايتها من غبة مسؤولتها على الجرائم التي تقوم بها السلطة الفلسطينية كانت قد قطعت اتصالاتها مع إدارة دونالد ترامب أواخر العام 2017 عقب اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ويتوقع الفلسطينيون في حال انتهاء ولاية ترامب أن تعيد واشنطن الدعم لوكلة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بالإضافة للمساعدات التي تقدم للسلطة الفلسطينية والتي تم قطعها من الإدارة الأمريكية السابقة مع عدم توقع أن يكون بايدن منحازا للفلسطينيين بأي شكل التغير سيكون بالنسبة للإجراءات التي اتتخذتها إدارة ترامب في معاقبة الفلسطينيين لكن لن تتغير السياسات الإسرائيلية المنحازة للحكومة الإسرائيلية المرهانة على واشنطن كما يرى الكثيرون مرهانة خاسرة لإدارات متعددة لم تتخلى يوما عن إسرائيل استعادة الفلسطينيين العلاقة مع الإدارة الأمريكية جاءت بعد فوز بايدن في الانتخابات بعد أن كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية باستئناف الدعم الاقتصادي والأمني للفلسطينيين وضرورة الضغط على إسرائيل لمنعها من اتخاذ خطوات أحدية الجانب قد تجعل حل الدولتين مستحيلا نهاية حجاز المملكة رام الله